خلونا نرحب مع بعض بآية فتوح يعني ممثلة وصنعت محتوى يعني اهلا وسهلا فيك يا آية. حبيبتي وحيكتون فيكي ومنورتنا. وانا والله مبسوطة اني كنت معكم. يعني بيحكوا الصبايا بيكونوا اماميرا على السوشيال ميديا احنا بنقولهم آية امورة على الواقع السوشيال ميديا. جمال رباني. حبيبتي جمالك. يعني سن صغير بس ما شاء الله عاملة شهرة وعملة ضجة على السوشيال ميديا. والتمسيل كمان ابتديت في ان انت تشتغلي بشكل كويس. اول حاجة انت بدأت امتى? انت واحد وعشرين سنة ولا عشرين سنة? واحد وعشرين. واحد وعشرين. اي. بدأت امتى اصلا? اه بدأت اه الفين وتسعتاش تقريبا او الفين وعشرين. هيك شوية. الفين وتسعتاش. انت بدأة صغيرة 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 يعني. اه. خمستاشر ستاشر سنة. وما نحكي عن الابل اللي بلشته انا صغيرة اللي هو بس هيك هبل يعني. مكانكم. اوكي. اي برامج ومسر كنت تقريبا من تسعتاشر سنة تمنتاشر سنة تقريبا زي هيك. فعليا بهذا العمر. امري. اي. بديتي بهذا العالم مدخلتي. ادي هاد الشي كبالنسبة لعيلك سهل او صعب حلو او بشه. اول شي كان ممتع يعني كان هيك كان طريقة كتير طبيعية عم بعمل كونتنت يعني بالشي اللي انا بحب وعرفتي فيعني كان انجويبل يعني ان كنت مستمتعة وانا عم بعمل. فما كان بالاول صعب كتير بس لما حسيت انه لازم واحد يكون ملتزم فيه. وقت ابلش حسيته يصعب عليه. فلازم اكون ملتزمة لان صار عندي متابعين لازم يعني اه بالضب نستسأل وانك نزلي لنا شي يعني لازم اضل مستمرة فحسيت ان انت يعني خلينا نقول ان احنا واحنا صغارين اه في اول العشرينات او يعني في المرحلة دي بنبقى اللي هو عايزين ان انطلق شوية في الحياة ونبقى واخدين حريتنا ونعمل اللي احنا عايزينه. حسيت ان الشهرة والاركام والمتابعين والناس اللي دايما مستنينك تنزل كل حاجة. قفلت عليك شوية? خلت الحرية بتاعتك مقايضة اكتر? لا بالعكس يعني انا ام يعني كنت حاطة وقت لي لنفسي لحياتي لأهلي وحاطة وقت كمان للشغل فصراحة تمام يعني كنت لهلأ مضبطة اموري يعني عم تحاولي. حلو ده. حازم. طب انت عم تحكي كيف انت منزمة كل تفاصيل حياتك وفعليه انت بدأت بعمري صغير. هل هذا الشيء انت كنت قريدي متعودة عليه اهلك يمعودين كيف تنزمة امور حياتك ولا انت مع التجربة مع هذا العالم بديت تفكر كيف تعمل هذا الشيء? لا لا لحالي صراحة من قبل يعني صراحة منه انا صغيرة اصلا دخلت بهذا المجال عرفتي فحسيت انه خلص عرفت شلون يمشي الوضع بس كان طبعا صعب علي لانه طبعا بعتبر صغيرة ففي مسئوليات وفي كثير اشياء ما كنتش قادر انعملهم بس لحمد الله يعني. حبيت التمثيل ولا لا? يعني انت بدأت من فلوجة اتنين صح? حبيت التمثيل وحبيت الجو بتاعه وكده? حبيت التمثيل صراحة يعني ما كنت متخيلة تكون هيك يعني كنت بالأول مش يعني مش متحمسة للموضوع عرفت يعني بالأول ما يعني رحت على الكاستنج بس يعني حتى لو ما قبلوا او قبلوا عادي. مش فارقة. مش فارقة خلص اجي تعتوني سبعة ست سنين فبسوطة بأهلي وبنات خالي فبعدين بلشت احس انه لا يعني ليش ما اجرب فصاروا يتحدوني بالمخرجة ومساعة المخرجة يعني يتحدوني انه معقول يعني تقدر يتضبطي الدور فانا قلت له I can do it. من بعد هاي الكلمة فعلا كل شي تغير يعني صرت لازم امشي على هاي الكلمة اللي قلتها. عندما صرت قلت I can do it. فلازم اشتغل على. عزيم. طب ايا بعد هاي التجربة هل بتفكرة تكملي بالكارير وفي الدومين تاعت التمثيل ولا لا خلص انت بالنسبة ليك هاي التجربة وما بدك ترجع تكرريها. هلا أنا لما كنت عم بصور قلت انه ما اتوقع حصور مرة تاني ما اتوقع انه حمثل مرة تاني. بس لما خلص المسلسل اللي وحضرت وشفت الناس كيف عن جد حبت هاد الشي فاتحمست اكتر يعني صرت هلا بحب فعلا احب اكون مسلسل ثاني. بتلاقي نفسك اكتر في ايه يعني بترتاحي مثلا على السوشال ميديا يوتيوب بانستجرام السوشال ميديا بشكل عام ولا لا انا ممكن يجي على وقت وانا ابتدي اركز في التمثيل فقط لغير. والله حتى لو يعني دخلت كتير بموضوع التمثيل بحس السوشال ميديا حيضل يعني شي بحب بحب اسوي يعني. هتفضلت تشتغل عليه وترمي الفيديوهات. مس هيكون اقل لانه يعني صراحة بفترة التصوير المسلسل ما قدرت اعمل ولا شي. يعني فعلا فقط وقتها كتير وقت يعني من اللي انا كنت مخصصته للسوشال ميديا راح. بلسأت حالك مربطة شوي بالتمثيل. لانه كان كل يوم تقريبا يكون عنا تصوير و 12 ساعة و 10 ساعة و 12. وما بنام وما عندي وقت لأولا شي. فأه بياخد كتير وقت. عزيم. طب اه يعني احنا بنحكي عن مجال شغلك. بس خلينا نيجي على الصعيد الشخصي. اوك. يعني احنا بنعرف انه انت دائما بتقولي انك ما بتحب الارتباط. شو القصة؟ شو القصة؟ هي لحق. لسه ما لحقش. تعرف شو؟ فعلا لسه ما لحقتش. لانه اذا بنحكي انه ارتباط هيك هيكون يعني هبل لانه بعمر صغير. صح. بحس هبل فعلا مراقم ممكن يكون او اختيار غلط. فبحس دائما انه لازم فعلا اوصل للعمر المناسب. انه انا بقدر اختار حدا. خلص يكون شرك حياتي. ما أظل أنا يعني أعمل في خيارات غلط وفعلاً ما تناسب طبعاً أنت ما بتنجر كيف بتشوفي بالسوشال ميديا عم نشوف صار ترند كتير العالم عم برتبته عم يتزوج وعم يتزوج وعم يتزوج وعم يتزوج واختبته بالضبط يعني بتحسي أنه الموضوع بعد بكير بالضبط يعني هذا الموضوع صار ترند هل أنت ممكن تنجر وراء هذا الموضوع إلا مشمعه لا مستحيل وحدي يعني يشكل حياته على أساس السوشال ميديا يعني أوكي بيصير فيه صورة من برّة بس من جوه شو الوضع ما بنعرف صاح بتتعامل إزاي مع المعاكسات مع زن المتابعين مثلاً لما بيجي يقولوا لا أنت لازم ترتبطي لازم نشوف لك مش عارفين أو بيربطوك أنت وحد بيخلكم مرتبطين فجأة بتتعامل إزاي مع فجأة نحق لسه ما صارت معي بس بعد المسلسل آه هاد شي طبيعي بتعرفوا أي قبل بالمسلسل بعدين بيصيروا يعمل عليهم إدت بس عادي ما أخدت الموضوع أنت بورجي أنا دلو حاس أنها لسه صغيرة بس عارفة في عقل برافو لا يا كده كده حتة الارتباك كده ده كله هيتغير يعني هي إن شاء الله بكرة ممكن تبقى نجمة سينما والتمثيل وكلام ده هتلاقي نفسها خلاص كل ده هيتغير تماماً يعني عظيم طب آيا يعني إحنا بنحكي على كل هاي التفاصيل مع بعض بس عم نحكي إنه فيك تجيبي فيوز اسم الله يعني عم بتجيبي فيوز عالية عم بتلاقي إعجاب من كتير عالم إذا بدنا نسألك اليوم شو المختلف بآيا بالإشاء اللي عم تعملها اليوم مقارنة بكل العالم اللي معها بنفس المجال والله يعني أنا صراحة بحس الشي اللي كان مختلف اللي هو أول ما بلشت كان يعني ما بلشت إنه خلاص جز فن يعني أو فيديو لبسينك أو هيك لا عملت فعلا كونتنت وقتها كنت أنا بعمل فيس مودلينك فكانوا بيحطولي كتير ميك أب فأول فيديو كونتنت عملته كان عم بشيل الميك أب فوقتها ما كان الناس عم تعمل عم بشيل الميك أب بحكم المتابعين بحكم الفيديوهات التي تعملها ما فكرتش أن أنت يجي عليك وقت تعملي مثلا البراند بتاعك تسعي في حاجة زي كده مبلا مبلا فكرت وقبل المسلسل كنت عم بشتغل على هذا الشي صراحة ما حكيت بالسوشال ميديا عنه بس كنت عم بجهز له بعدين إجاني شغل المسلسل فوقفته وهلأ بفكر أرجع له لما أكون فعلا يعني شوف صراحة الواحد لما يبلش بمشروع لازم فعلا يكون فهمله فهمله منيح وعارف شمال بالضبط درسه فعلا فأنا حسيت أحسن إن وجاني المسلسل لأنه أنا كنت ممكن ما أكون درسته منيح المشروع كنت مستسهلته بس لأ بحس بده شغل أكثر خدت خطوات يعني قعدت مع ناس أخدت خطوات بس هلأ اتراجعت فيها لحد ما أكون درسته الموضوع أكثر حلو ده طب أيا لاحظت بكل إجاباتك يعني نحن نتحدث عن عمر صغير بس أنت عم تحكي بنظرة أكبر من عمرك وهذا الشيء كتير حلو أدي هذا الشيء ممكن نصنع من تجربتك نخلق مثلا ممكن من العيلة شو الشيء اللي خلالك يتوصل لها المرحلة من الواعي بالأمور اللي عم تعمليها بشغلك صراحة لأنه يمكن نقدر نقول أنه من عمر الأربع طاش ما كان بابا معنا فكنت من وقتها أحس بالمسئولية لحالي فبحث هذا الشيء اللي هو يخليني فعلا أعيش تجارب كتيرة وأتعلم منهم وأتعلم فعلا شلون أعيشهم مرة تانية بطريقة صحة ممتاز طب أنت الدراسة أنت ما كملتها صحة آه لا ما كمل جامعة في دمائك أن أنت تكملي ولا خلاص أنت اكتفيت على كده شوف هلأ أنا أول ما أجيت على دبي كنت على أساس يعني أكمل هون بس دخلت بالسوشال ميديا وأغرتني ما أغرتني ما روحت على الجامعة بس إن شاء الله بحس أنه ممكن أكمل حتى لو مش جامعة ممكن أشياء تفيدني باللي أنا فيه لأنه إذا درست جامعة يعني ممكن ما أدرس شي اللي أنا عم بشتغله أصلا فما حيفيدني يعني عصدك أن أنت بقيت شايفة أن لا مش الشهادة الجامعية هيا لا تخلي أو هتخلق ليك فرص قدام شوية إذا كان بمجالي أه تخلق فرص لأنه بطور من حالي أكثر مثلا تمثيل بدرس سينما سوشال ميديا مثلا بدرس سوشال ميديا بس إذا شي تاني ما إله علاقة بشو حستفيد يعني مش هبقى فيه سي في ولازم الشهادة أو كلام ده وليزم ترحي تقدمي هو بس أبغريد طب ما بتخافي مثلا بما أنه عم بتفكري بهاي الطريقة ما بتخافي أنه يوم الأيام نحنا ننام من فيء اللاقي السوشال ميديا وقفت ما في إنترنت شو رح تعمل الوقتها هو هاد الشي صح بخليني أفكر أنه آه لازم يعني كون بس أنا بنفس الوقت عم بجهز يعني مثل ما قلتلك أنه بحب أعمل برانتة باي فبحس هاد الشي ممكن يخليني أستغنع على السوشال ميديا بعدين وبعدين بعد الشهر كلنا هنعد في البيت بس أعني بس أحنا يعني بس أحنا كلنا عدين أنا بس أسأل سؤال خلينا خلينا في المسلسل وفاعة المسلسل هيتم ده بلاشته باللبناني بالسوري ده بلاش بالسوري 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 أتوقع بالسوري ولا لبنان أنا أنا اللي شفته بالسوري مش أنتو أنتو كممثلين توانسا ما بتتضيقوش أن الموضوع ده يحصل أنه هو ليه إحنا يتم ده بلاجتنا معنا لا إحنا متفاهمين الموضوع لأنه إحنا فعلا لهجتنا يعني مستحيل تفهمها هلأ حكمل الميتينج هاد بالتونسي وإن شاء الله تفهمها لا لا أكلمي بلاجتك طيب نحكي معكم بالتونسي بيه نحكي بالتونسي بيه نحكي بالتونسي برابو الناس لازم تفهم إنسو مصري صح مصري لا ده لبنان أكيد مصري يعني مصري بتفهمنا شوي أنا من فلسطين برضو بس فهمي عليك بس أنا لسيتني ما دخلت بالصح خلص طب بجميع الحالات خلينا ندخل بجانب اللي هو ماذا لو عنا شوية أسئلة بنا جواب سريع منك أو إجابهك على السريع طيب سؤالنا اللي بقول ماذا لو كان عندك تيكت طيران وبتقدر تاخديه شخص واحد مايكا هيا رحلة مين بيكون؟ بتكون ماما حالو حالو السؤال الثاني لو عربيتك بازت توصل للصحراء وتليفونك فيه واحد في المياه تتسلم منه مرام صحبتي مين؟ صحبتي مرام صحبتك مرام طيب لو فزت بمليون دولار أو درهم خليها دولار أحلى تمام؟ من أول شخص رح تفكرين كترين يتخبرين بالموضوع وشو ممكن تعمل بهذا الفلوس؟ ماما أول واحدة نكلمها حالو وشو ممكن أعمل الفلوس؟ أفتح مشروعي أبدأ البلان تابعا لو هتدي لنفسك لقب هاي بقى إيه؟ لقب؟ آه هاد لأ بده فكري بس فكري بس مش هنعمل دراس الجدول يعني لقب كيف فني ولا كيف؟ إذا ما أنت عايزة ستبقى ما بتحبي يعني مش أكيد مش بين أصحابك أو بين العائلة لأ هيك إنه نكنام لأ إليك يكون بحس اسمي بيمثلني خلص ما بدي لقب ما بدي كنام أبدا لخامة الاسم آيا اليوم شو عم بتحضر لقدام؟ شو مشاريعك لقدام؟ شو مشاريع لي قدام؟ أطور من حالي أكتر ويعني أشتغل على شي جديد إن شاء الله في خطوة تمثيل؟ في كلام الكلام ده؟ آآ لسه لسه مفيش هلأ إحنا هنشوفك أكتر شي بالسوشال ميديا لحد ما نشوفك في أي عمل تمثيل؟ إن شاء الله بزلط حالو عزي إنتي قاعدت في تركيا قد إيه؟ خمسة سنين وبتعرفت الكلمة تركي؟ يس وتعلمت إزاي ده بنت ده صعب أول؟ أنا تعلمت قبل ما نروح على تركيا مكفر ما كنت متحمسة نمشي لتركيا تعلمت وأنا في تونس خد وقت منك قد إيه؟ تعليم آآ سنة سنة برادو طب تحكي مع تركيا؟ أمت؟ إحنا يعني أنا ويا أنا وخليك كتير شطرين تونسي وتركي والله أخبر ماشي تمام درب عن تركي شاشوكي بيليوني إيه كلامك صح آآ ماذا؟ زي الفول أوكي لا لا تمثيل يا بنت في تركيا؟ آآ تعرفوا أنا عمري خمستاشر رحت عملت كاستنج في تركيا بس كانت لسه الأكسينت طبعي مش صح أوكي اليوم روح أعمل كاستنج آآ لا والله هتنفع والله شكلها عاوجي معاهم يا اسم الله كيوت وحلوة أمورة وبتفتح يركي يعني بانت شوك أهلا نيوروم بوردا آآ والله العظيم ناس اللي قالت بالظبط يا جماعة تقول كلام زي الفول لا إنت هتختبئي مع الناس كلها في الكاميرا بتاعتك هنا أوكي آآ بالتركي آآ 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 شكرا لكم آآ آآ جاركتان سيزي شوك تشكي يديوروم بوردا جال دي ميشين سيزي بداها كوريو من شاء الله كوريو شرس الترجمة جماعة استننونا بعض الفاصل بزيط شكرا جدا دي شكرا جدا دي شكرا لك تكلمي والله نورتين يا آآ يا مرسي جدا اللي وجود